اشتركوا في القناة أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله ما زلنا بفضل الله ورحمته مع هذا البرنامج مع برنامج المحنة ما زلنا نطوف فيه حول أئمتنا وعلمائنا من السلف الصالح الذين هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر وما زال حديثنا موصولا أيها الأحبة الكرام حول عمود السنة وحول هذا الإمام التقي السخي ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وما أحلى الكلام عن هذا الإمام الفاضل الإمام الزهري رحمة الله عليه ابتدأنا في اللقاء الماضي ودخلنا إلى سيرة هذا الإمام وإلى حياة هذا الحبر وإلى معالم هذا الجهبز الذي أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرفع ذكره وتعالوا بنا أن نتمم الكلام حول قول العلماء وثناء العلماء على هذا الإمام الفاضل ومن ثم ندخل مباشرة ونقدم لشبابنا ولبناتنا ولأولادنا أسباب تفوق هذا الإمام وكيف صار إماما وكيف صار نجما وكيف صار رمزا من أعظم رموز السنة النبوية المباركة أيها الأحبة الكرام السلف الصالح وعلماء المسلمين ما كان لهم أن يشهدوا لأحد بالخير والصلاح من قبل أنفسهم أو من داعية هواهم أعوذ بالله وحاش لله ولكنهم كانوا يشهدون لواحد من علماء السلف ومن أئمة المسلمين بما رأوه هم من صلاحه وعلمه وفقهه وورعه كالإمام الزهري كان الإمام الزهري يتمتع بالسمعة الطيبة وباستقامة السيرة وبنقاء السريرة فيما نحسبه وكان يتمتع بالذكر الحسن على ألسنة الناس فلقد كان الزهري إماما جامعا موسوعيا رحمة الله عليه وانظر معي إلى حال الزهري رحمه الله كيف كان إماما في كل أبواب العلم ليس في باب السنة فقط وليس في باب الحديث والرواية فقط لا بل كان إماما في كل أبواب العلم كان الزهري إماما فتح الله عليه من أصناف العلم ما الله به عليم لذا أيها الأحبة الكرام يقول الليث رحمه الله وهو من تلميذ الزهري ما رأيته عالما أجمع من الزهري أي ما رأيته عالما أجمع لأبواب العلم من الإمام الزهري وأنا أقول وهذا عزيز جدا ولسيما في زماننا أن ترى عالما أوحدا متضلع في الفقه وفي العقيدة وفي المصطلح وفي التفسير وفي السيرة وفي اللغة أن ترى واحدا متضلعا في كل أبواب العلوم هذا سمعناه كثيرا في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وفي حياة الإمام الشافعي وهكذا كان الإمام الزهري رحمة الله عليه قال الليث ما رأيت عالما أجمع من الإمام الزهري ثم قال يحدث في الترغيب يعني إذا كلم الناس في الترغيب والترغيب والترهيب جناحان لا يستطيع لا يستطيع الداعية إلى الله عز وجل أن يعمل في الدعوة بواحد دون الآخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كان الزهري إذا تكلم في الترغيب يقول الليث فتقول لا يحسن إلا هذا يعني كان داعية مفوها وكان خطيبا فصيحا إذا سمعت إليه في الدعوة إلى الله تظن بأن الزهري لا يحسن الكلام إلا في هذا ثم قال وإذا حدث عن العرب وعن أيام العرب وعن أنساب العرب وهذا علم كبير عندنا في علم الإسلام بل ومن مفاخر أمة الإسلام علم الأنساب إذا استمعت إلى الزهري يتكلم في أنساب العرب قلت بأن الزهري لا يحسن إلا هذا وإذا تحدث عن القرآن وعن تفسير القرآن قلت لا يحسن إلا هذا وإذا تحدث وإذا تحدث عن السنة وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا يحسن إلا هذا كان إماما جامعا رحمة الله عليه وقال جعفر ابن ربيعة وما أحلى هذا الأثر الذي يبين لنا منزلة الإمام الزهري بين العلماء وبين الفحول وبين الكبار قال جعفر قلت لعراك بن مالك قلت له من أفقه أهل المدينة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها من أفقه أهل المدينة فقال عراك أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس من يكون هذا قال فسعيد بن المسير أعلم الناس بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأفقه الناس فقها وأعلم الناس علما في مدينة رسول الله إنه سعيد بن المسير ثم قال وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير ثم قال ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته وكان هذا واحدا من فقهاء المدينة السبعة يقول له إذا أردت أن تفجر عبيد الله في أي باب من أبواب العلم إلا فجرته أي إلا فتحته وتراه في إسهاب الأدلة وفي ذكر الأقوال العلماء وفي استنباط الأدلة ثم قال رحمه الله وأعلمهم عندي جميعا أي أعلم هؤلاء جميعا ابن شهاب أي الزهري فإنه فإنه جمع علمهم إلى علمه لأنه جاء من بعدهم وكان الزهري من تلاميذ سعيد بن المسيب رحمة الله عليه كما سأتي معنا هذا الآن ولكنني أقول الزهري التقى ببعض الصحابة وبكبار التابعين وأخذ العلم عنهم فكان هذا سببا في أن يتضلع في فنون العلم في باب المواريث وفي باب الأصول وفي باب الاعتقاد رحمة الله عليه لذا إخواني الكرام لكم أن تتصوروا أن سعيد بن المسيب سيد التابعين وزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه سعيد بن المسيب الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة وما نظر سعيد بن المسيب إلى قفى إنسان قط في الصلاة كان يصلي في الصف الأول وما فاتته تكبيرة الإحرام عبر أربعين سنة كان سعيد بن المسيب يجلس أمامه الزهري لأن الزهري من تلاميذ سيد التابعين سعيد بن المسيب وتمس ركبة الزهري ركبة سعيد بن المسيب فبلغ من إعجاب سعيد بن المسيب هو سيد التابعين رضي الله عنه ورحمة الله عليه بلغ من إعجابه بالإمام الزهري أنه قال له كلمة قال من مات وترك مثلك لم يمت هل وقفت على جمال هذه الكلمة من مات وترك مثلك لم يمت ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان إن قطع عنه عمله إلا من ثلاث ومنهم أو علم ينتفع به وهذا معنى كلام سعيد بن المسيب من مات وترك مثلك أي طالبا للعلم مثلك يا زهري لم يمت ليه؟ لأن الزهري كان وعاءا من أوعية العلم وكان يحفظ كل ما يسمعه وكان آية من آيات الله في الحفظ فيحفظ كل ما سمعه من سعيد وكان علم سعيد عند الزهري رحمة الله عليه وها هو إمام أهل السنة الإمام أحمد أحمد بن حنبل طيب الله ثراه وما أدراك من يكون هو الإمام أحمد يطلق لسانه بالثناء والمدح والذكر الحسن على الإمام الزهري فيقول الإمام أحمد الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا يا له من أثر في غاية الأبهة والجمال أن يسني إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني على الإمام الزهري هل وقفتم إخواني الكرام على عظيم سلفنا الصالح هؤلاء سلفنا وهؤلاء هم آباؤنا الحقيقيون هؤلاء إليهم ننتسب وبهم نفخر وما شرفنا الله إلا باتباع هؤلاء ولن نعود إلى ما كنا عليه من العزة والكرامة إلا إذا سرنا على ما سار عليه هؤلاء رحمة الله عليهم فهؤلاء هم آباؤنا الحقيقيون أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع يثني الإمام أحمد على الإمام الزهري وهذا أرسله إلى كل تنويري زعم ويطعن في الإمام الزهري ويشكك في مجهودات الإمام الزهري قال الإمام أحمد رحمة الله عليه كان الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا رحمة الله عليه لذا أيها الأحبة الكرام روي أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خليفة المسلمين وأمير المؤمنين كان عمر بن عبد العزيز يقول وانتبه معي إلى هذا الأثر يقول ما رأيت أحداً أحسن سوقاً للحديث إذا حدث مثل الزهري ما رأيت أحداً أحسن سوقاً للحديث أي عرضاً للحديث وكان الزهري رحمه الله يحترم الإسناد جداً حتى روي أنه لما ذهب إلى أرض الشام واستمع هناك إلى أهل الشام يقولون الأحاديث مباشرة دون أن يذكر الأسانيد غضب الإمام الزهري وقال لهم ما لكم يا أهل الشام تقولون الأحاديث هكذا بلا أزمة وبلا خطم يعني بلا أن تسند الأحاديث إلى رواة الأحاديث فنحن أمة الإسناد قال الراوي فما زال الناس يعملون بالإسناد من يومها عمر بن عبد العزيز لما رأى أن الإمام الزهري رحمة الله عليه متضلعاً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له عمر بن عبد العزيز وقال ما رأيت أحسن ما رأيت أحداً أحسن سوقاً للحديث من الإمام الزهري سيتضح لك السبب الذي جعل عمر بن عبد العزيز أن يكلف الزهري نفسه بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الأحبة الكرام وهكذا كان الإمام الزهري معظماً محبباً مشهوداً له بالذكاء والعلم والصدق رحمة الله عليه طيب يبقى السؤال إذن وهذه رسالة إلى شبابنا وأولادنا الذين ما زالوا في مراحل التعليم وفي مراحل المذاكرة ما هو السبب الذي جعل الإمام الزهري رحمة الله عليه أن يرتقي إلى هذا الشأ وأن يعلو قدره وأن يعلو قدره وأن يكون إماماً من أئمة المسلمين أيها الأحبة الكرام أسباب تفوق الإمام الزهري في العلم وفي نشر العلم هناك عدة أسباب وفقت وسددت الإمام الزهري أول سبب من هذه الأسباب قوة حفظه كان الإمام الزهري آية من آيات الله في الحفظ والزهري لم يكن هو قد انفرض بهذا الأمر بل إذا اطلعت في هذه الأمة سترى أن هناك من الحفظة بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الأمة كأبي هريرة رضي الله عنه كالإمام المخاري رحمة الله عليه كأئمة السلف من علماء الحديث والرواية كانوا يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول كما يحفظون السورة من القرآن بل كانوا لا يخلطون فيها وكانوا يحفظونها وكانوا يحفظونها حفظاً متيناً حتى أن الإمام الذهبي قال أثراً في غاية العجب وهذا الأثر رسالة إلى ضعاف الهمم إلى من تكاسلوا عن حفظ القرآن إلى من يعني دنت هممهم وملأ اليأس قلوبهم من ختم القرآن الكريم اعطيك هذا الأثر الآن من باب إشراقة الأمل ومن باب رفعة الهمة وعلو الهمة قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه ومن حفظ الزهري يعني من شدة حفظ الزهري أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة يا إلهي حفظ القرآن كله نعم في ثمانين ليلة يعني ما يقارب من الثلاثة أشهر حفظ القرآن كله نعم والأمثلة بيننا إلى وقتنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى موجودة الكسل فيك أنت الخمول فيك أنت لا تتكاسل ومن يتهيب سعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر استعن بالله وابدأ وإياك ثم إياك أن يحبطك الشيطان وإياك من التسويف والتأجيل بل ابدأ واستعن بالله رب العالمين لكن انظر إلى حفظ هذا الإمام الفاضل والمبارك كيف كان متينا في حفظ القرآن قال الذهبي رحمه الله ومن حفظ الزهري أي من قوة حفظ الزهري أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة بل والله كان الإمام الزهري رحمه الله يحفظ كل ما سمعه من أول مرة رحمة الله عليه إذا سمع الحديث والرواية من أول مرة يحفظ كل ما سمعه من أول مرة وكان يقول ما استودعت شيئا في قلبي أي ما وضعت شيئا في قلبي إلا وما نسيته بل والله كان الإمام الزهري آية من آيات الله في الحفظ وكان ربما يسمع الحديث وكان ربما يسمع الحديث ولأول مرة فيحفظه مباشرة لذا كان يقول الزهري ما استودعت قلبي شيئا فنسيته يعني ما حفظت شيئا وما استمعت إلى أي حديث قط فنسيته كان آية من آيات الله في الحفظ وهذا هو السبب الأول الذي جعل الزهري اماما يقتدى به اما السبب الثاني كان الزهري رحمه الله كان يذاكر العلم نعم اذا استمع الحديث من شيخه واذا استمع العلم من شيخه كان يذاكر العلم ويسمع العلم ويقرأ العلم بل والله يا اخواني كان الزهري رحمه الله يقول كلمة وهذه لشبابنا واولادنا كان يقول انما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة اذا تعلمت شيئا من شيخك اذا استمعت الى اي فائدة نصيحة لك اياك ثم اياك حتى وان كتبتها حتى وان دونتها يلزم عليك ان تذاكرها ان تقرأها على اي احد ان تناقشها الى اي احد حتى ولو كان الذي امامك لا يفهم هذا الكلام كما كان يفعل الامام الزهري كان رحمه الله اذا جلس الى مجلس عروة واستمع منه الحديث واخذ منه الرواية يعود الى بيته في سواد الليل فيدخل على جاريته على خادمته فيوقذها من النوم تقوم من النوم فيقول لها حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويقرأ عليها الاسانين والاحاديث فتقول له يا سيدي وماذا اصنع بذلك وما علاقتي بفلان وفلان وفلان فيقول لها الزهري رحمه الله قد علمت انك لا تنتفعين بهذا الكلام لكن سمعته الان من شيخي فاردت ان استذكره رحمة الله عليه يذاكر العلم هكذا انت اذا استصعبت عليك اي مادة او اي معلومة او حفظ اي شيء فنصيحتي لك ان تذاكر العلم وان تقرأ العلم على احد وان يسمع وان تسمع اذنك فمك وكلامك ان تسمع ما تقول حتى يكون ذلك ادعى لثبوته في القلب حتى انني اذكر والله احد الفضلاء حينما بدأ في طريق الدعوة الى الله كان اذا اعد الخطبة وكان اذا جمع الخطبة وحضر خطبته كان يجمع بين اولاده وزوجته واطفاله وامه ويقف امامهم ليخطب فيهم ما سيقوله غدا في خطبة الجمعة هكذا ابد ذاكر هذا العلم اقرأ هذا العلم على احد كما كان يفعل ذلك الامام الزهري رحمة الله عليه واختم واخقول من اعظم اسبابي قوة الامام الزهري انه كان يكتب كل ما سمعه ولله ضر القائل العلم صيد والكتابة قيد انظر لو انك بفضل الله تبارك وتعالى قد استطى شيئا ثمينا تقيده مباشرة لا يوجد شيء اثما من العلم عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم بهذا الاثر يقول عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه قال كنت اطوف انا وابن شهاب اي الزهري كنا نكتب الحلال والحرام اي يكتبون العلم والاحكام يقول كان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتيج اليه علمت بانه هو اعلم الناس انتهى وقتنا ومنتهى كلامنا عن عمود السنة عن الامام الزهري اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا وياكم علما نافعا وعملا صالحا شكر الله لكم اخوانا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة